اتصعبت شوية اتصعبت بس لما بتصعب ربنا بفرجها بعد كده لما بتصعب والديق بتفرج ولو بعد حين مش خسارة بطولة ولا خسارة مباراة هتهد النادي الاهلي ولا هتهز النادي الاهلي ولكن بالعكس دي هتزود الدوافع عندي النادي الاهلي فترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هيرجع البسمة لجماهيره مرة تانية النادي الاهلي هيعدي من الكابوة وهيرجع أقوى من الأول أنا متأكد من دي الدوري زي ما قال الكريم كده وزي ما قاله نجومنا ما زال في الملعب بالحسابات لسه في الملعب وشوفنا في موقف كتير قبل كده نفس الموقف ده والنادي الاهلي قدر انه هو ينهي البطولة بطل للدوري ماتش النهاردة ماتش صعب مع فرقة بتمتلك أقوى خط تدفع نمر واحد قبل النادي الاهلي داخل فيها 18 جول بس خط الهجوم تاني أضعف خط الهجوم بعد مصر المقصة ولكن فرقة من الفرقة الغلسة في الكورة فرقة عاملة موسم جيد السنة دي كأول موسم بالنسبة لها لا عاملة أداء جيد وعمل نتائج جيدة حتى الآن متفاق على فرقة كتير جداً لها تاريخ تحت سكنداري ومصري ومحلة واسماعيلي وما قولين عرب فرقه في المركز الثامن يعني فوق كل دول ماتش صعب ولكن زي ما قولنا بلكده احنا عايزين بس روح وشخصية لعيب النادي الأهلي روح وشخصية لعيب النادي الأهلي مفيش حد عيوف قدام اللعيبة حاسة بالمسئولية مفيش أكتر من كده احنا في موقف صعب جداً 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 لازم ترد على الناس اللي بتتكلم عليك لازم تنزل وانتقد الفانيلا اللي انت لابسها وانتقد النادي اللي انت بتنتمي ليه أعظم نادي في الكون النادي الأهلي لازم تنزل وانت عندك شيء مهم جداً 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 جماهيرك العظيمة أحسن جمهور في العالم جمهور النادي الأهلي العظيم خلصت نص الكلام نص التاني هنتكلم فاني روح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل كابتنا الكبار كابتن شريفة عبد المنعم كابتن علاء مهيوب كابتن عادة عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال انتظروا